أقامت أمانة عمان السبت على مسرح مركز الحسين الثقافي حفلا دينيا بمناسبة ذكر الإسراء والمعراج شدت به فرقة الروابل الموشحات الإسلامية أناشيد حاكت هذه المناسبة العطيرة والذكرى العزيزة على المسلمين وقال مندوب أمين عمان نائب مدير المدينة للشؤون الصحية الدكتور وليد العجلوني خلال الحفل الذي قامت على تنظيمه مديرية الثقافة في الأمانة إن ذكر الإسراء والمعراج لها دلالات هامة دينية وإنسانية وبها من الإعجاز الإلهي الكثير الذي نستذكره كلما هبت نسائم الذكرى لقد كانت حادثة الإسراء والمعراج آية للعالمين يوم أسري بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس ثم أرج به إلى السماوات فيها كانت تمايز المصدقين من المكذبين وفيها فرضت الصلاة وهي عامود الدين عمان التي هي أخت القدس عاصمة الهاشميين الذين حموا المقدسات وحافظوا ويحافظون عروبة المدينة المقدسة وهويتها الإسلامية والمسيحية تدرك معاني هذه الذكرى وحظي الاحتفال الذي قدمه المدير التنفيذي لمديرية الثقافة المهندس سامر خرينو بحضور من موظفي الأمانة ودور الأيتام والجمعيات الخيرية وأنشدت الفرقة موشحات كلما نديت يا رب طلع البدر علينا وحب محمد صلى الله عليه وسلم واللهم صلي على المصطفى حازم السردي الحقيقة الدولية